بعد ما صارت على حدا هذا التسجيل الصوتي هو لأحمد محمد شهين مرتكب الجريمة المروعة في البابلي قضاء الزهراني الذي أطلق النار على والده وشقيقه الأصغر رامي فقتل الأخير متأثرا بجراحه فيما الوالد في حال الخطر أما شقيقه حسام فتمكن من الفرار هذا التسجيل أرسله أحمد إلى محاميه قبل يوم واحد من الجريمة هذا التسجيل بحسب محام القاتل هو نتيجة خلاف بينه وبين والده وشقيقه المغدور بسبب مراث وعقارات بعد من فترة بأنه معمول نوع من توزيع للتركي فبطبيعة الحال هو ما كان راضي عن هذا الموضوع لأنه إجاء هذا الموضوع فجأة بالنسبة له فتلب مني إقامة دعوة بهذا الموضوع لأبطال هذا التوزيع وبالفعل عملنا دعوة بهذا الموضوع بعد فترة اتصل كمانا وقال لي أنه في مصالحة شي من هالنوع بهذا الموضوع وقال لي أنه إذا في مصالحة فليكن فعلا طلب مني أنه أنا أتراجع عن موضوع الدعوة كبر الخلاف عنده يعني تم جعله يوقع على إقرار هو ما عارف مضمونه إضافة إلى مشكلات المراث يعاني القاتل متاعب عائلية مع زوجته السابقة أدت قبل أشهر إلى صدور قرار يمنعه من مشاهدة أولاده هذا الرجل يعاني من بعض الصعوبات النفسية العائلية اليوم الجريمة إلى شقا شك أنه قتل بيه وأخوه والشق الثاني هو شك يتعلق بزوجته وأولاده هو ممنوع من مشاهدة أولاده وليس بقرار حماية هو ممنوع يشوف أولاده إلا بقرار من قضية العجلية أو قضية الأحداث اثنان الأهم منه كان يضع مصحيك بالماء بالبات وكان يسكر البيت عليهم بجنزير يحط أوداكس ويحط جفال وجميع مواد التنظيف هذا الرجال أكيد أكيد يجب أن يعدن هذا ظلم عينته وظلم عشيرته المحترمة وبينما كانت الجديد في مكتب محاميه تصلت زوجة القاتل السابقة أنا بتوقع يقتل حاله بس أنا ما كنت متوقع أنه يقتل خيه أو بيه ما نعلاق بالموضوع بس أنا عام لك هذا الموضوع الرابط فيه هو الأولاد أحمد بلى الأولاد مثل السمت برات الماء أحمد بس هذا ما بيروشه عفوا ما عليك هذا شو؟ عائل الطبيعي ما بيوشب هيدا هلا بيوشب أو ما بيوشب ما حدا بيعرف شو صار بينه أنا ما عم دافع أنا ضد أنه يقتل خلافات عائلية دفعت شابا إلى قتل شقيقه ووالده جرائم عائلية بدت تتكرر في الأوينة الأخيرة في بلد يخفف القضاء فيه العقاب ليالبو موسى قناة الجديد موسى قناة الجديد